تعالي الراحة طيب انا مبسوط اوي 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 انا مش مصدق نفسه انا جمن مش مصدق نفسي اوهان كنوني طب انا مش مصدق نفسي حشان انا تجب واست انت مش مصدق نفسي كنه انا مش مصدق ان ربنا الدني السعدة دي كلها انا جعان اوي طب دعيق و عمل لك الاكل لا ل bullet حلت عملت الاكل بوه انا جعان حاجا تاني رد شوف مين بيكلمك ده مين الباخ اللي بتصل درقتي؟ طبعاً مش كم رد طيبي مكانيك مش هرد طبعاً يمكن يكون حد من أصحابك عايزي براكلك قرف لي معاه شوية عبر ما غير هدوم يارجع على يوه يتبخر ياه حلو حبيبي انت عرف ان انا بحسدك قصة انا عارف ليلى قديها تبسطك اسألنا انا ما انا اقيل لك قبل كده يا يوسف اللي يعرف ليلى لا يمكن ينساها أبداً اه نسيت اقولك هي ما بتحب شرحت البصل قضيها البان اه مين اللي كان بيكلمك واحد صحبي طب اقفل الموبايل بقى خلينا نرتاح شوي ايه انت بتحبيني يا ليلة لو قلتلك انك الانسان الوحيد في الدنيا دي اللي ما شعري ليه حقيقية بدون انه عن كل الناس اللي في حياتي هتصدقني اندي عارفة يا ايه مشكلتي معك ايه بقى ان انا ما صدقك يا ام وعمري ما اتخيلت ان انت ما بتقولي نص كلمة فيها كلمة امال قلب علينا وشك كده ليه ايا في حاجة في المكان ما اللي جاءتلك دايقتها لا ما تحطيش فيه بالك يبقى لسه فيه قرود في دماغك قرود انسى بقى عايزك تشيل كل حاجة من دماغك لان انت اغلى حاجة في دنيا دي وانا هعمل كل اللي اقدر عليها عشان احفز عليك وعلى بيتنا حتى لو كان دا تمنوا حياتي وانت حياتي غالية عندي اولينا طب يلا ناكل بقى انا خلص شبهات في حد يبقى قدامه واحدة زي الامر كده ويبقى جعان انا كفين انا بصلك افضل شاب عن طول عمري عارف يا يوسف ايه اللي بيخلي الجواز بين اي اتنين ينجح ومهما حصلت بينهم مشاكل يفضلوا مع بعض طول العمر ايه يا ليلى ان كل واحد فيهم يحاول يبقى الشخص المناسب بالنسبة للتاني وانا بقى ان شاء الله هعمل كل اللي علي عشان ابقى الشخصية المناسبة بالنسبة لك وانا بحبك قوي وانا كوي بس مش قوي ليلة نادية بتتصل ارد اعوازكم اقول لها هكلمها جمان شوية بس ايه حبيبتي أوه ايوه انادية ازايك انا تمامًا الحمدلله لا العيلة في الحمام قول ما تخرج هتكلمك اوكي باي احسنا ايه حبيب نادية كانت عايزة ايه ما قالتش حاجة قلت لها لا لا لما تخرج هتكلمك تصدق البتي دي دماغ قوي بقولك ايه يا يوسف ينفع عابلها النهاردة اه طبعا انا ما عنديش اي مانا بجد يعني انت موافق ان نخرج معاها النهاردة خروجي اوكي اروح بقى اكلمها لا 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 بتكلم ايه هنا اوكي اكلمها هنا الو ايه يا حبيبتي وحشتيني قوي ايه دا بجد رباب كمان هنا فين بشق الدينة يا بلدين لازينة اه هقابلكم النهاردة احنا هنمو شوية نمو ماشي يا حبيبتي اوكي يالا جايلك بايا روح بلسي حبيبي يا لعوة المتكاسر اهلا 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 يوسف صحبي وحبيبي ايه يا عم الغيبة الطويلة دي اه ما عليك حق صراحة دا انت عريس ها خلفت ولا لسه سادة ان انا زعلان منك يعني انت مش هان عليك ترفع سمعت التليفون وتتصل بحبيبك وتسأل عليه حبيبك اللي انت كالت معايش وملحه وعيشت معاي سنين طويلة واتجوزت مراته عايز باني ايه بالزبط اطلال عايز ايه بالزبط يا عم انا مش عايز حاجة انا عايزك سعيد ومبسوط اه لو عاجبك الموبايل دا اعتبرو حدي اتجوزت الرسالة دي ليلة اللي بعتقاها صح ايه واعتقول الكلام دا لأ دي ليلة دي اشرف مش شرف دي سيبت الستات دا بدأنا مرة بعتلها واحد صحبي عشان يصالح بيننا راح انت اتجوزتو بتكلمي زي ما بتكلمك يا طلع اكلمك ازاي نزل ايدك اعقلها انت بقى وفاكة ما تقول دا لك اتكلمني اقولك ايه اقولك ايه اقولك ايه يوسف اقولك الحقيقة اقولك الحقيقة انت عبيد وسازق واهبل عشان احنا استغفلناك واكناك الحلاوة عشان تسيب المكتب وتطلع منه بل حمص وبعد كده تطلع منك وتتجوز حبابها الاولاني يا اغي متقولش كده يا عم اتب متقولشك بها عم اتب اتكلمك عم اتب كفايا اشتركوا في القناة انت سبب انت السبب في كل اللي حصل لي انت فقر انا خسرت الشركة اللي عدت طول عمري كونها بسببك وخسرت صاحب عمري برضو بسببك وقتلت بسببك ايوة بسببك انت السبب انت السبب ايوة سبب انت السبب ا今له صاحب عمري بسببك ايه يا That was why لا 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 instances ده كلب وخيل زيل يا تفلان يا خيلة يا خيلة اتفعت محطرت ان انا نتجاوزك عشان يبقان خروف وتعيشوا معها بعد سوا سوا وانا حمار حمار يا خيلة ya خيلة يا خيلة يا خيلة فيو this channel ityn أنا أعطي